لكن في عندي تقصير امور في تقصير بسيط كل انسان معرض الله يرحمنا وياكم برحمة الله فصارت الخطبة ذاك اليوم كان يقول يا عبدالله انتبه نفسك خطبة ذاك اليوم كانه موجه لي فمشيت صلحت الاخطاء اللي عندي ويقول لها من بركات الله ثم بركات ابو عمر مرة من المرات خطبها بكثني عن رحمة الرسول اللهم صلي عن نبينا محمد أصحابه ومن ضمنها الحمامة اللي خدوا فراخة والله يبكثني يا رب الله أكبر الرحمة يقول يوم خدوا راحة الرسول على العاس الرسول تشتكت فابو عمر جاله ربي يطول عمره ان شاء الله ويخلي العيال نوصل للناس رسالة يمكن بعضهم يسال يعني نوصل لما نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ديننا من اين اتى من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لنا طريق يوصلنا إلى الله إلا عن طريق هذا النبي عليه الصلاة والسلام اهدنا الصلاة المستقيم يقول هذا التفسير الصلاة المستقيم لا تصل إليه من طريق محمد صلى الله عليه وسلم يذكر لي رجال يحب الخير ازاك الله وهو ما يفهم ما يقال يقول لي من اللسان ما يتعدى لذان لكن من القلب يصل للقلب صحيح يقول خطب بني ماما ما شاء الله تبارك الله كلام يعني على طول بسيت منه يقوله أنت هالرجل هذا يا أبو فلان وش قال الرجال وش اسمه الخطبة دي قال والله ما أدري بس حسته بقلبي وبكتني والله والله أني ما فهم الله أكبر يا أخي الناس لما يسمعون مثل هذه الأخلاق في ديننا والعناية بالكبار يعني لما يجيه يعني رجل كبير في السن شايف يقول أنس رأيته داخل علينا داخل علينا في المجلس مجلس الرسول هذا مجلسنا هذا ويصف أنس يصفه أنس يقول هذا الرجل كبير السن يعني بيضل الشعراس واللحي أحدود بالضار جاي للنبي صلى الله ويقول يا رسول الله أنا رجل يعني هندي غدرات وفجرات شوفي يا أخي عندي غدرات وفجرات ما حاصل ما حاصل ما حال يا رسول حالي من توبة قال أسلمت شوفي قال أشهد أن لا يا الله وأنك عدت الله قال قبلهم قال كم فقد غفر الله لك وكتب لك بكل سيئة حسنة قال يا رسول الله غدراتي فجراتي يقول أنس والله يقول خرج الرجل عندنا موليا ظهره فيقول الله أكبر وغدراتي فجراتي هذا الإسلام يا حوال من دعش من دعش حتى بدل السيئات حسنة هو محسن بس عشان القصيدة ما تحسن لولة اللي على أوس ايه ايه لولة ايه يقول